اوضح معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية ان السبيل الصحيح لحل مشكلات المنطقة هو من خلال الدول العربية الرئيسية والفعالة كالمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الاردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية اضافة الى كل دولة تتمتع بمقاومات دولة الوطنية الحديثة ولديها الرغبة الحقيقية الصادقة في التعاون مع دول المنطقة من اجل نشر السلم واستثباب الامن فيها وارب معالي وزير الخارجية عن امله بعودة العراق قويا الى امته العربية لانه احد الدول العربية الرئيسية واحدى القوى الفاعلة في المنطقة وتعد قوته ووحدته واستقراره عنصرا اساسيا في استقرار المنطقة كلها واشد معالي وزير الخارجية في كلمته امام حوار المنامة بنجاح اعمال الدورة 37 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث كانت محطة مهمة في مسيرة العمل المشترك وخرجت بنتائج ستعطي دفعة قوية لدول مجلس التعاون باتجاه المضي قدما بكل قوة وثبات نحو مزيد من التعاون المشترك في المجال الدفاعي والامني ومزيد من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس مشيرا معاليه الى اهمية الدور الذي تقوم به هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية عالية المستوى في تطوير التعاون في الشؤون الاقتصادية وانجز المشاريع التنموية التكاملية وصولا الى الوحدة الاقتصادية الخليجية الكاملة بما يدعم المكانة الاقتصادية والاستثمارية لدول مجلس التعاون ونوها معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد الخليفة بنتائج القمة التي جمعت بين اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ودولة سيدة ريزمي رئيسة وزراء المملكة المتحدة الصديقة والتي استضافتها مملكة البحرين حيث تم تأكيده على اهمية تعزيز العلاقات التاريخية العريقة بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة والتي تمتد لنحو مئتي عام واتسمت بالتميز والتطور والتنوع وتحقيق المصالح المشتركة كما تم تعبيره عن الحرص المشترك على توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والامني بما يعود بمزيد من النفع على الجانبين وأكد معالي وزير الخارجية أهمية الشراكات الدولية وتحالفات مملكة البحرين ودول مجلس التعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والدول الصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية مؤكدا أن هذه الشراكات ستستمر وستشهد تطورا باستمرار لأنها تحقق مصالح جميع الأطراف ومن شأنها تعزيز دور مجلس التعاون كشريك دولي فاعل لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم وانتقد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة الدور الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية المزعزع لأمن واستقرار المنطقة مشيرا إلى أن إيران تقوم بهذا الدور الخطير منذ أكثر من ثلاثين عاما وتقوم باستغلال كل صراع في المنطقة سعيا لبسط نفوذها إضافة إلى قيامها بدعم الإرهاب في المنطقة وتكوين جيوش تابع لها في الدول العربية لزعزعة الأمن وتهديد الاستقرار واستخدام ولاية الفقيه لمحاولة شراء أتباع لها حول العالم مؤكدا معالي أنه لا يمكن بناء علاقات جيدة مع إيران ما لم تغير من سياساتها بشكل جذري وتتعاون بكل شفافية وجدية مع دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر